بايدن مو على سواد عيونه للعراق ينطي هاي الفرصة انه ايقاف الشغب او المشاغبات او الحركات او التحركات التي تعيق البلد تعيق الادارة يعني الحكومة في اتخاذ القرار يعني ينتظر من السيد الكاظمي او ينتظر من الحكومة العراقية والاحزاب المتنفذة ينتظر منهم اجراءات اخرى لا ينساها المجتمع الدولي ويؤكد عليها باستمرار حتى لدى المرجعية انه هذول الفصائل هيكلوها نحن مو جاعد ننطيك فنتك او ننطيك فرصة ونروح نضربه بسوريا وقد نضربه بايران وانت جاعد لي متونس وهذا هو يعني استقار بلدك لا الفصائل شوف الها شارة فهي عبئ يعني شوف اللي يعني ولاء الايران هذا ما يرهم يجي يعني يتعالج حتى يدخل ببوتقة العراق خلاص هذا ولاءه يعني حاله حال من يتطبق عليه قرار يعني شون تقول التواصل مع الاجنبي او التخابر مع الاجنبي هما يقولون احنا ولائيين ولاءنا الايران فهذول اللي غادي اللي بسوريا يجون يدخلون البلد لو يطلعون الايران هاي عملية هيكله وغربله بعدين الفصائل الاخرى اللي هي على غرار الفصائل اللي قاتلت داعش واللي هي من ضوية تحت لواء هيئة الحشد ما من ضوية الايران ولا تجيب طارع الولائيات ولا ترفع صورة خامنة ايه اكون ايهيش التغربل يعني يفترض انه المجتمع الدولي يطالب الحكومة دونه هيكله يعني لا يعبالهم نسوها هاي الشغلة اللي بكت عادل عبد المهدي للأمر الديواني والهيكلة هذا مو من جيب عادل عبد المهدي هذا ضغط دولي اشتركوا في القناة